وضع العالم في حرج لأكثر من ست ساعات بالأمس على إثر تعطل شبكة فيسبوك الموقع التواصل الاجتماعي. أيضا مواقع الدردشة الأكثر. طبعا الواتساب وكذلك الانستجرام. لذلك توجه المتعاملين على هذه الشبكات والتطبيقات إلى تطبيقات لم يألفوها عادة. وبالتالي غرم ذلك سهم فيسبوك بالأمس ليتراجع بفارق خمسة في المئة قبل أن يتم حل الخلل التقني الذي حل بهذه الشبكة. بغض النظر عن الأسباب التي سيتم توضيحها لاحقا وعن سبب الخلل التقني الذي استمر لأكثر عدد ساعات ممكن أن تمر على هكذا نوع من خدمات للمستخدمين. فإننا نستطيع أن نقول بأنه غابت هذه الخدمات عن أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم. الذين تساءلوا عن طول الفترة التي غابت في هذه الخدمات والتي ناهزت الست ساعات. وأعطت فرصة ربما لمنافسي فيسبوك وتطبيقاتها الأخرى أن تنتعش أو تظهر على السطح. بالنسبة للأسباب حاليا تم الإعاز بأنها تعتبر من الأسباب التكنولوجية التقنية وهو الأسوأ منذ انقطاع الشبكة أيضا جراء هذا الخلل بالألفين وثمانية. رئيس التنفيذي طبعا للشركة خسر لوحده بحسب ملكيته في الشركة قرابة ست مليارات دولار. وتعد هذه الخسائر دفترية طبعا كذلك فيما يتعلق أيضا بخسائر شركة فيسبوك الكلية. أداء السهم طبعا بعد توقف خدمة المنصة الإلكترونية عن العمل تحديدا. ونحن نتحدث عن قيمة سوقية تراجعة فيها فيسبوك 48 مليار دولار. في جلسة الرابع من أكتوبر انخفض السهم بلحوة 5 في المئة. وهو يعد من بداية سمتمبر انخفاض متواصل لـ 15 في المئة. وهذا كان ملحوظ على أسهم القطاع التكنولوجيا وتحديدا أسهم الفانك التي تستمر في رحلة التراجع. ولكن مع هذا التراجع إلا أننا نجد أنه من بداية العام يرتفع سهم فيسبوك بقرابة 19 في المئة. إذا ما تحدثنا عن آخر التطورات في ملف فيسبوك. كان قد أثرت أسهم الفانك أو أسهم قطاع التكنولوجيا على الأسواق الأمريكية. وأدت إلى تراجع على معظم المؤشرات التي تلعب فيها هذه الأسهم. نسبة أوزان عالية فيها تراجع عن الـ S&P 1.3%. النازدك خسر نقطتين وعشرين. نقطة داوت جونز تقريبا سجل لدينا تراجع بـ 19 النقطة المئة. ولكن هل هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه فيسبوك اليوم تضعها أمام هذا الموقف الحرج؟ وهل هي فقط مسألة تكنولوجية أو خلال تقني؟ يبدو أن فيسبوك لديها أيضا ما يتعلق بالمسؤولية الأخلاقية لدور المنصات الاجتماعية. وكانت هناك مسؤولة سابقة في الفيسبوك. كانت قد ظهرت في مقابلة. وذكرت بأن الشركة تعطي الأولوية للأرباح. وليس إلى المعلومات إلى درجة أنها ربما لا تراقب كثيرا ما يتم وضع على شبكات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. وتجد هذه السيدة بأن الإجراءات لا تعد كافية. إذ فقط تراقب فيسبوك بين 3 إلى 5% من مجمل ما يتم عرضه على شبكتها. تعد ضمن خطابات الكراهية أو تنوه أنها من خطابات الكراهية. وأقل من 1% حتى من المحتوى تصنف فيسبوك بأنه تحت خانة العنف والتحريض. بينما تجد المسؤولة بأن هناك ما يحتاج إلى أكثر من ذلك مراقبة وحزم على شبكة طبعا الفيسبوك. سنرى إذا ما كانت ستستمر التراجعات على سهم فيسبوك. متأثرة بهذا الخلل التقني أو بإشكاليات أخرى كما ذكرناها.